لم يكن الرهان على استكمال وتجهيز مبنى مدرسة الزهراء للبنات معقودا على دور السلطات الرسمية التي توقفت عن إنشاء مؤسسات تعليمية مع تحقق انقلاب وحرب ميرشيا الحوثي والرئيس المخلوع قبل عامين ونصف بل كان للمبادرات المجتمعية وجهود مجلس الأمهات الدور الأبرز هنا في منطقة لفيوش في تجهيزها بحيث تتمكن طالبات المنطقة من مواصلة تعليمهن في ضواحي جنوب مديرية توبن بمحافظة لحج سلوى صالح رئيسة مجلس الأمهات في المدرسة واحدة من عشرات النساء التي أسهمنا في جمع التبرعات لتوفير مواد البناء وتجهيز بعض فصول المدرسة هذه القهود طبعا بقهود من الأهالي ومجلس الأمهات ونشكر يعني إدارة المدرسة بما قدمتها بين المساعدات ومثلة في مديرة المدرسة السادة آمال وهذا كله طبعا صالحة أبنائنا بسبب تأخر الجهات الرسمية في القيام بمثل هذه المجهود خصوصا نتأخرت يعني كان المفروض انتهى الترميم قبل الحرب ولكن بسبب ظروف الحرب توقف ترميم الفصول تعد مدرسة الزهراء ذو التسعة فصول الوحيدة في منطقة لفيوش منذ أن تأسست قبل أكثر من خمسة عقود وبالرغم من تأسيسها مبكرا إلا أنها بقيت مدرسة أساسية ولم تتحول إلى مدرسة ثانوية ندعو الجهات الرسمية بالإسراع إلى التدخل واستكمال المدرسة حتى نتمكن من بناء مدرسة جديدة ويتحصل التلاميذ على بيئة مناسبة مكتملة إنعدام بعض فصول المدرسة وعدم اكتمال البعض الآخر جراء غياب دور الجهات المختصة يعزز من ظاهرة عزوف الطلاب عن التعليم نظرا لبعد المدارس وارتفاع أجور النقل على كاهل أهالهم التي بحت أصواتهم ودعواتهم في مطالبة الدولة باعتماد مدرسة لأبنائهم أو حتى جزء من مدرسة ترجمة نانسي قنقر